أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوغرافات تحت عنوان القوى الناعمة لمصر أين كنا وكيف أصبحنا وذلك بعد ثماني سنوات من جهود الارتقاء بمجالات قوتها الناعمة وفي إطار تصنيف مؤسسة براند فاينانس لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداء في مؤشر القوى الناعمة وذكر التقرير أن مصر حققت تقدماً في المؤشر العالمي للقوى الناعمة لعام ٢٠٢٢ بزيادة تقدر بثلاثة فاصل ثلاثة نقطة مقارنةً بعام ٢٠٢١ حيث احتلت المركز الحادي وثلاثين في عام ٢٠٢٢ مقابل احتلالها المركز الرابع وثلاثين في عام ٢٠٢١ مقابل احتلالها المركز الرابع وثلاثين في عام ٢٠٢ مقابل احتلالها المركز الرابع وثلاثين في عام ٢٠٢ مقابل وثلاثين في عام ٢٠٢